نروح لنقابة الصحفيين اللي نظمت يوم تضامنياً مع فلسطين تحت عنوان شهر على الطوفان يوم مع فلسطين تضامنت فعليات فنية تقافية منها ورش الأطفال ارسم مع فلسطين بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والكتاب والفنانين خلينا نسيب حضراتكم مع هذا التقرير نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم بقية فقراتنا النهاردة يوم تضامني مش واقفة تضامنية يوم تضامني مع فلسطين في ذكرى مرور شهر على العدوان الصهيوني على طوفان الأقصى وعلى العدوان الصهيوني المحرقة الصهيونية التي تمارست علينا في غزة النهاردة بالمستطفى بيجي في وقت بيستهدف فيه المستشفيات بيستهدف فيه بنشوف مشهد نزوح كبير يوجع القلب من شمال غزة لجنوبها نحاول نكمل رسائلنا من نخابة الصحفي المصرية مع الشعب الفلسطيني بنقول له احنا معكم ولو بأضاف الإيمان قضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة لنا احنا كمصريين ودي قضيتنا الأساسية قضية العرب أجمعين ولا يمكن نتخيل في يوم من الأيام اننا نتخلى عن القضية دي أو نتخلى عن الشعب ده أو نتخلى عن أرضنا فلسطين أرضنا فلسطين المحررة على جميع أرضها وعاصمتها القدس النهاردة هيتعامل ليلة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع غزة واحنا عملنا ليالي كتير قوي في تاريخ الورشة يعني فهيبقى فيه خليط من الأغاني الشعبية الفلسطينية والأغاني المقاومة واحنا عندنا في عمان من عمان النهاردة مهرجان حكاية وحراك حكاية عاملين 24 ساعة حكي بث مباشر واحنا مشتركين فيه وهيبثوا الحفلة بتاعتنا من 9 إلى 10 بث مباشر فالعالم كله مشترك معنا الليلة يعني فيه حكاين من سكتلندا ومن مناطق أخرى شغالين نعاء أونلاين مع الأردن الليلة في دعم القضية الفلسطينية أولاً إن النقابة أي مبدور كويس قوي بخصوص التجاة أجمع التبرعات لتوصيل أخواتنا الفلسطينيين إذا كان أدوية أو ملابس أنا شهر بنيجي بنقف فؤفات تضامونية واحتكاجية على اللحوصل في الوقت الحالي بالنسبة للمجازر اليومية وإحنا كلنا طبعاً لنا ملك فوات دعاء لأخواتنا الفلسطينية أنا بشكر الصحافة اللذي بتوصلنا صوتنا اللي انقطع من عدة شهر أنا أولادي هربوا عندي بيتين نهدوا وأولادي في المدارس السبوعين أنا معرفش عنهم حاجة عندي عشرين واحد ميت من العيلة أنا معرفش هم طيبين من أولادي ولا ميتين أنا معرفش حاجة عنهم أنا بس أعرف أخبارهم عن التلفزيون بس عندي زوجتي فلسطينية وثلاث أولاد مصريين علقين ساعة الحرب مش عارفين ينزيب